سورتان من الأهمية بمكان يعني هما فيهما الكفاية والوقاية من الشرور من شرور الشياطين شياطين الجن وشياطين الإنس وفيهما الوقاية من شر العيون الحاسدة والعيون الحاقدة بهما يحفظ الإنسان وبهما يكون الواحد منا محصنا لا يقوى الشيطان عليه لذلك الله سبحانه وتعالى يقول إن عبادي ليس لك عليهم سلطان هؤلاء الذين واضبوا على قراءة هذه الأوراد وخصوصا هاتان السورتان لأن النبي صلى الله عليه وسلم خصهما بمكانة جليلة لذا قيل في سبب نزولهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سحرة سحره لبيض بن الأعصم عمل سحر وليعلم أن سحر النبي لا يؤثر على قواه العقلية لأن وردت شبهة بتقول أن النبي سحر وفي هذه الفترة كان ما يقوله للناس ليس وحيا وما إلى ذلك وفيه تخريف لا السحر ما أثر على قواه العقلية وإنما أثر على القوة البدنية كان يخيل إليه أنه يأتي أهله ولا يأتي فلذلك أنزل الله سبحانه وتعالى هاتان السورتان سيدنا جبريل عليه السلام نزل بهم وقال لسيدنا النبي بسم الله أرقيق من كل شر يؤذيك من شر العين الحاسدة الله يشفيك ثم قال له اقرأ هاتان السورتان فقرأ هاتان السورتان المعوذتين يستعيذ بالله يحتمي بالله يلتج إلى الله أن يصرف عنه هذا السوء هذا السوء الذي فعل له وهذا لا يضر إلا بإذن الله سبحانه الله لسي كنا بنقول الإسبوع اللي فات فكرة أن الرسول عليه السلام من مواجزاته أن ما فيش ابتلاق ما تعرضش له نعم علشان سبحان الله يتوجد لنا احنا الحلول نتباه نعم صحيح لذلك السحر شهر وعرفه موجود فحفظوا هاتان السورتان وما أسهل أن يحفظ المرء هاتان السورتان هما من قصار المفصل يعني سرعان ما يكون الواحد منها حافظا لهم حتى لو ما كانش حافظ يحفظهم يواظب على قرأتهم إن كان سواء كان هو مسحور أو لا وتحصين من المدينة نعم يحصن نفسه يقي نفسه شر وساوس وساوس الشيطان ويقي نفسه مثلا العيون الحاسدة الحاقدة أيضا وما أكثر من يتمنى زوال النعمة سبحان الله هي السورتين شملوا كل أنواع الأذى اللي ممكن إنسان يتعرض له نعم